السلام عليكم متابعين الكرام في الفيديو ده نتعرف على كيفية تسترجاع حساب سناب شات معطل أو محذوف في خلال مدة 30 يوم من حذف الحساب أو تعطيله لكن قبل بنبدأ الفيديو ياريت لمش مشترك معنا في القناة تضغط دلوقت على زر الاشتراك وتفعل زر التنبيهات لأن كل يوم عندنا فيديوهات ومعلمات جديدة إن شاء الله ستنالي عجبكم وهي الخطوة الأولى اللي موجودة معنا بنفتح سناب شات عادي وبنفتح صفحة تسجيل الدخول لو أنت عامل حسابك بإيميل بتدخل الإيميل لو عامل حسابك برقم تليفون أو رقم هاتف بتدخل رقم الهاتف وهي بتضعك كلمة المرور أو الرقم السر وبتضغط على تسجيل الدخول وهي بعد ما بنضغط على تسجيل الدخول بيفتح معنا الصفحة تي بيقول لك هنا حسابك معطل حاليا إذا قمت بتأكيد عنوان بريدك الإلكتروني لدى سناب شات فسوف نخبرك عند إعادة تفعيل حسابك بنجاح طبعا سيرسلك إيميل أو رسالة على رقم الهاتف لو أنت عامل حسابك برقم هاتف أو على الإيميل بتاعك لو حسابك بالإيميل إنه تم تفعيل الحساب وهنشوف دلوقتي مع بعض وبعد الضغط على حسنا بيفتح معنا الصفحة اللي احنا شايفينها قدمنا دي بننتظر الإيميل أو الرسالة النصية على رقم الهاتف حتى يتم تفعيل الحساب وبعد مرور من 15 ل 20 دقيقة بيصلك الإيميل أن حسابك أصبح مفاعل وجاهز الاستخدام ودلوقتي هنرجع على سناب شات وندخل الإيميل والرقم السري وإن شاء الله بيتم الدخول للحساب مرة أخرى ودلوقتي زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة رجعنا لصفحة تسجيل الدخول هنضع الإيميل أو رقم الهاتف وكلمة المرور وهنضغط على خيار تسجيل الدخول وزي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة تم استعادة حسابك على سناب شات بعد ما كان محذوف أو معطل بمنتهى السهولة ده كان فيديو النهاردة أرجو لو استفدت من الفيديو مش مشترك في القناة تضغط دلوقتي على زي الاشتراك وتفعل زي التنبيهات لأن كل يوم عندنا فيديوهات ومعنوات جديدة إن شاء الله ستنال إعجابكم وشكرا جزيلا على المتابعة